بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفن مش عيب الفن مش حرام العيب والحرام هو اللي بيعملوه الفنانين في الفن وسنينه العيب لما تبقى مصر بلطجي ورقاصة شخصية النهاردة شخصية واحد قالوا عليه فنان وهو قال ما يهمنيش غير اني اكون احسن من عادل امام عاوز اكون نمبر وان والاسطورة هو ده اللي باقيت مصر عايشة فيه عادل امام يكون نموذج ويجي زمن تاني يكون محمد رمضان هو النموذج واللي بيعمل ده قالة بتزن وتلح وتصنع شخصيات تغيب العقول او ترسم احلام مش ممكن ابدا تتحقق محمد رمضان قتل محمود البنة ايوا قتله الشاب الشاهم اللي دافع عن بنت حتته واحدة جرته وكانت ماشية فيه ناس حبه يعكسوها فوقف وتصدى غزوه غزة مطوى ومات شهيد مشهد من مشاهد محمد رمضان البلطجي اللي اشتغلت عليه السينما والدراما المصرية من بعد الثورة اللي اشتغلت عشان تاخد شباب مصر لحالة عدم الاحترام للكبير وفرض النفس بالبلطجة بالمطوى والسنجة والسيف هي دي مصر يا عبلة مصر اللي بيصنعوها في السينما وفي الدراما وفيه ناس وراها وورا الناس اللي وراها ناس وراهم واللي وراهم مش من مصر هي دي صورة مصر وشباب مصر على الشاشات مين اللي ورا الاعمال دي؟ احنا عارفين ان الخمسينات والستينات كان فيه اسماعيل ياسين اللي استخدمته المخابرات وعملت منه بطن دمه خفيف وباعت فكرة ان الجيش هو اللي بيعمل الرجالة فهل محمد رمضان هو صناعة المخابرات لما بعد ثورة يناير؟ معقول يكون ده دور مخابرات مصر السينما وصناعة النجوم صناعة نجم فقعات زي فقعات الصبون تعمي بيهم عيون الشباب اللي بيدور على فرصة يشق طريقه فيلاقي نمبر وان متصور مع طيارته ومع عربياته اللي ما نعرفش اصلا تمنها كام؟ واللي جات منين؟ السينما المشهد النموذج هو اللي بيفضل في عقل المشاهد بعد انتهاء الفيلم او المسلسل وعشان نقرب الصورة تعالوا نفتكر مع بعض مسلسل اذاعي ظهر في الستينات والمسلسل ده كان فيه شخصية اسمها شخصية فرافيرو كان فرافيرو العجيب اللي في سنة عارف الكلام ده كويس وكان بيقوم بالبطولة في هذا المسلسل فؤاد المهندس المسلسل كان بتستخدمه المخابرات لترويج انها تقدر تصنع من اي حد بطل المسلسل نجح لانه كان هايف جدا واتعمل منه نسخة في السينما سنة ستة وستين اتعمل برضو فرافيرو وكان فؤاد المهندس كان لما فؤاد المهندس بيسمع اغنية العتب جزاز تنتابق شعريرة في جسمه وتجيله طاقة عجيبة ويدرب اي حد قدامه ويطير طبعا ما كانش حد غلب لو ده كان بيحصل اهو اي هبل وصناعة نجوم من ورق الهاء للناس واستخدام للفنان المشكلة ان الفيلم ده اتعرض كتير جدا ونزل كمان في التريفزيون عشان ينشروا الشخصية دي اكتر ويخلوا الناس تنشغل بيها اكتر لان الموضوع كمان استمر بعد سبعة وستين والمصيبة اللي حصلت المهم ان في يوم من ايام سنة سبعين صحينا على مصيبة كبيرة جدا وكانت هذه المصيبة طفل صغير طلع فوق سطح بيتهم وفتح بجمته وقال انا جاي فرفيرو العجيب وراح طاير زي ما كان بيطير فرفيرو قال الكلمة العجيبة اللي لما كان بيقولها فرفيرو بيقدر يطير انا جاي النتيجة كانت ان الطفل ما جاش خالص لكن اللي جاه كان اجله انتهى الطفل وميت واهله لموا جثته من تحت جثة متبهدلة من الشارع الحادث دا تكرر في نفس الوقت وكان بيتكرر كتير كتير من الولاد نطوا من الشبابيك ونطوا من الاسطح وطبعا نزلوا متكسرين وفي منهم عاش وهو عنده عاها كانوا بيقلدوا مشهد مشهد سينما هو دا اللي بيحصل حتى اليوم سينما مسلسل شخصية تترسم على الورق وتتنفس بزوايا تصوير وإضاءة وشخص يلعب دور تافه وفي ايده سلاح بيخوف به الناس فيغيب القدوة والمثل الاعلى يغيب صاحب الاخلاق والعلم والانجاز اللي يرفع بلدنا هو دا اللي كانوا عايزين يعملوه وهو دا اللي عملوه في ولاد بلدنا فهل ولاد بلدنا فعلا عايزين يعيشوا في حالة المخدرات والبنجو هل ولاد بلدنا فعلا عايزين يعيشوا بالسنج والمطاوي دورهم هو ان يخلوا حياتهم تتحول من حياة طبيعية لحياة البلطجة انا واحد من اللي اتربوا في حواري مصر وفي شوارعها الديقة انا عارف كويس جدا اخلاق الناس الطيبين ولاد البلد انا عارف ان ابن البلد مش هي دا اخلاقه ولا هو دا طموحه صحيح انا شفت شفت ناس بيتخنقوا بسنج وناس بيتخنقوا بمطاول انا نفسي دخلت احوش مرة ولاد حتتي وكانوا شايلين سنج ودون الله يرحمه كان ماسك سنجة وقدامه جمال بندق ماسك سنجة ودخلت عشان احوشهم الحمد لله اني ما موتش لان كان ممكن اموت لولا انهم كانوا يقدرونه شوية وفي بعض الاحترام فالتنين ربعه وبيعدوا عن بعض لكن الحكاية انتهت بان في واحد خد سنجة في وشه فضلت في وشه لغاية ما مات وواحد تاني ساب المنطقة كلها لانه ما كانش يقدر ينفع يعيش وهو مشوه ابن حتته المهم انهم يشتغلوا على انهم ينزعوا مننا النخوة زي بالضبط محمود البنة محمود الطالب في السنوي اللي عنده نخوة وتربى على انه يكون راجل المصيبة انه تقتل لانه دافع عن بنت حتته والمصيبة ان اللي قتله كان طالب جامعي شفت يا محمد يا رمضان عملت ايه في ولاد بلدنا محمد رمضان اللي بينتمي لمحافظة انا المحافظة الطيبة اللي انا منها الناس المهذبين اللي فاهمين الاصول اهل البلد برضو مايرضهمش ان ده يحصل اتولد محمد رمضان ما تولدش في انا اتولد في منطقة عشوائية في الجيزة اسمها المنيب اللي عاش في الجيزة بقى عارف المنطقة دي كويس جدا يعني ايه منيب ويعني ايه عشوائيات منيب الحكاية واضحة منطقة مزدحمة جدا وناس طيبين لكن فقرة قوي وبيحلموا برغيف العيش مش بيحلموا يركبوا طيارة ويبقى عندهم عربيات جاكور وحاجات جمدة جدا تحديدا اسرة محمد رمضان كانت اسرة فقيرة جدا وهو نشأ في هذه الاسرة الفقيرة كان بيحلم بايه محمد رمضان كان بيحلم يكون واحد غني ويكون واحد مشهور راح الاول لعب في الزمالك شوية كده ومنفعش راح ناقل على الفن وقالك يمكن وبدأ حياته عشان يدخل الفن بدأ كنبارس وكان المثل الاعلى بالنسباله احمد زاكي ومالك مش عيب بس احمد زاكي في التمثيل وفي الادوار اللي قام بيها ما كانش بلطاجي والدور اللي عمله بلطاجي احمد زاكي كان في فيلم الهروب لو تفتكروه عمل دور سفاح كان دور رائع جدا واخرج هذا الفيلم مع عاطف الطيب رحمه الله رسم الشخصية واسباب تحول شخص من النخوة والرجولة لسفاح عرض ظروف التحول وعرض شكل الشخصية وعرفنا ليه الشخص ممكن ينتقل من حالة الانضباط النفسي لحالة الفساد والضياع وانه يبقى واحد ممكن يقتل اي حد منتصر الصعيدي ابن قرية الحاجر في محافظة سهاج يتحول لسفاح خلانا في النهاية نتعطف معاه اتعطفنا معاه لانه كان راجل شاهم لانه انهى حياته كمان نهاية صعبة جدا حياة سفاح بيعرض ارواح الناس للخطر اما محمد رمضان فتعالوا نشوف مع بعض ده نمبر وان نمبر وان بتاعكم الاسطورة بتاعكم اللي بتشوفوه واللي عملته منه نجمي واللي دفعتوله فلوس كتير جدا عشان يركب عربيات ضخمة جدا ويبقى عنده طيارة ملكه تعالوا نشوف عمل ايه وقبل ما نشوف عايزين نقول انه بدأ حياته زي ما قلنا كنبرس لكن استمر وكبر ودخل في دور معين الدور ده هو اللي خلاه نجم وخلى الناس تشوفه ليه محمد رمضان اصبح اغلى ممثل اغلى ممثل في مصر حتى اغلى من عادل امام ليه نقرر السؤال هل المخابرات وراه هل المخابرات كل فترة بتصنع بطل من ورق وتستخدمه على شاشات حتى نكون منصفين رمضان بالارقام هو رقم واحد في الاراضات وفي المشاهدات وحتى في الشغل اللي بيتعرض على اليوتيوب هو فعلا رقم واحد من بين الاعمال الفنية اللي بتتعرض هو بيتفوق عليهم ليه محمد رمضان بيمثل شريحة فقيرة جدا شريحة معدمة بتحلم تلاقي الواقع عايز الواقع بتاعها يكون بس اقل مرارة من اللي هي عايشها رمضان بدأ حياته كنبارس زي ما قلنا ولان شكله قريب قوي من اهلنا اللي بيخدوهم في الامن المركزي فكان دوره كنبارس في فيلم رامي اعتصام عسكري امن مركزي ده دور كده كان دور كنبارس على الماشي هل محمد رمضان موهوب فعلا ولا لا الاكيد ان عنده موهبة والاكيد انه زاكي والاكيد انه عنده عزيمة والاكيد ان محمد رمضان مش ممكن ابدا يوصل ويكبر ويعلى الا اذا كان عنده اسرار رمضان فيه موقف اثر في حياته تأثير كبير جدا كان بيلعب دور كنبارس برضو في احد الافلام وكان موجود في لوكيشن تصوير فشاف عاد الامام طبعا فرح جدا انه شاف الرجل النجم المشهور ده وبعد انتهاء المشهد دخل عشان يسلم على عاد الامام في غرفة الاستراحة وتغيير الملابس دخل فعاد الامام رد عليه يعني ده رد عادي ما يعرفوش فعرفه بنفسه لانه سلم عليه سلام بارد وقال له ان انا موجود يعني بمثل معك وكده فرد عليه عاد الامام قال له انا الحقيقة ما عرفكش انا افتكرتك عامل النظافة في الاستوديو الكلام ده اثر تأثير كبير جدا في نفسية محمد رمضان وقرر ان يكون احسن من عاد الامام هو قرر كده ربنا سبحانه وتعالى بيدي ناس ساعاته وساعات ما بيدهمش اللي حكمة عنده لكن برضو الاكيد الاكيد ان ما تفتحتش الابواب والشهرة والمال لان محمد رمضان موهوب ومجتهد بس محمد رمضان بدأ وعمل دور في احكي يا شغر زهد وده كان فيلم اللي انطلق منه فعلا وكان دور صغير حتى هو ما كانش له اسم على الافشات ما كانش موجود الفيلم نفسه رغم انه حقق مشاهدات كتير جدا وقت ما اتعرض سنة 2009 وتعرض في 60 دور عرض مرة واحدة الفيلم اقل ما يوصف به انه فيلم غير نظيف لانه استخدم النساء اسوأ استخدام وعرض مشاهد اقل ما يقال عنها انها مشاهد خارجة ولو سألت حد عنده اخلاق وعنده شوية دين شوية هيقول لك الكلام ده كلام فارغ وحرام انه كان يتعرض دي كانت بداية محمد رمضان في 2009 لكن في 2012 كانت بداية البطولة بقى راح عمل الشخصية اللي تجنن بيها واللي جنن بيها شريحة من الشعب الفقير عمل عبده موتى من العنوان تقدر حضرتك تعرف ان الفيلم رايح فين وهدفه ايه الفيلم انتاج السبكي ولما نقول السبكي ده يخليك تفهم كويس جدا ان الحكاية ايه ما فيهاش اي فن ولا غيره هو كل اللي يهمه الاراضات والابيج والدنيا تبقى زي الفل لا اخلاق بقى ولا قيم ولا تقديم نموذج محترم ولا الكلام ده الراجل بتاع لحمة وفي النهاية عايز يجيب حتتين لحمة يعطوهم في التلاجة ويبيعهم للزبون ويقطعهم ويكسب منهم هو ده هدفه فاللحمة تحولت لمشاهد سينمائية وخلاص على بركة الله عبده موتى بلطغي وتاجر مخدرات وفارد اتوات على الحتة اللي عايش فيها فيه بنت بتحبه اسمها انغام ماشي لكن في الجانب الاخر كان فيه واحدة تانية رقاصة هو على علاقة بها علاقة زنا كان على علاقة زنا برقاصة الفيلم بيقول كده البطل اللي انتو بتحبوه وعجبكو قوي كان بيزني عالشاشة وانت عارف انه بيزني يعني هو ده اللي لازم يعمله ابن المنطقة الشعبية عشان يعيش يبقى بلطغي ويبقى بتاع مخدرات ويبقى زاني مخدرات وسينج واسوأ الالفاظ اللي ممكن يعيش فيها ابن الحارة وابن المنطقة الشعبية وكمان يعيش في الحرام عشان يقدر يقب ويبقى له لازمة يبقى بياخد اللي هو عاوزه وبيضمر الاخلاق مش مهم بيضمر المجتمع برضه مش مهم هو اصلا فاقد الرمز النظيف لانهم اتلوا كل الرموز اللي شوهوها كتبت سلمة السيد عن عبد موتى قالت هذا الفيلم الذي اعتبره كابوس بالنسبالي ما هذا الهراء فهل هذا النوع من الافلام هو ما يريده الجمهور كلمة فن مرتبطة بالجمال والرقية والرسالة هادفة لكن ما رأيته في عبد موتى ليس له علاقة لا بالفن ولا بالجمال ولا توجد به اي رسالة فقط بلطغي وسنج ومطاوي قالت كمان ان عبد موتى ما يفرقش خالص عن فيلم شهين او دور شهين في فيلم الالماني ولو عاوز تفقد الباقي من اخلاقك حضرتك تفضل وروح شوف عبد موتى واللي زيه السؤال هل نحن امام ظاهرة فنية ام صناعة مخابراتية هل محمد رمضان هو نسخة مختلفة من شعب الله اللي عملوه وعملوا منه ظاهرة شعبية والراجل كل اللي قدمه في حياته ايه في 2014 عمل محمد رمضان فيلم بعنوان واحد صعيدي المفروض يعني ان الفيلم ده كوميدي وان الصعيدي عشان يظهر في الفيلم لازم يبقى كوميدي ولازم يبقى لمؤاخذة مصخرة ويترياءوا عليه المهم انه عمل دور الراجل الصعيدي ده اللي راح يشتغل في العين السخنة ولانه صعيدي ولانه سازج فيبقى الناس هتتحك كتب عبدالله فرحات عن فيلم واحد صعيدي قال انه فيلم مش هتقدر فيه تكمل اكتر من نص ساعة وهتحس ان في حد عمال يزغزغك عشان تتحك بالعافية وعمال يقع ويتشألب وعشان يعملك شوية حركات وتعبيرات المفروض انها تضحكك محمد احمد قال عن نفس الفيلم شكرا جزيلا لصناع الفيلم اللي عملوه عشان ينشره التحرش وقلة الادب في صورة كوميديا هل محمد رمضان واللي بيصنع افلامه واللي بيصنع الدراما اللي بيعملها مهتم بالاخلاق هل هو عايز يقدم فعلا قدوة ونموذج في 2017 عمل فيلم بقى تاني المفروض انه برضو فيلم كوميدي وكان اسمه اخر ديك في مصر الفيلم حاول يخرج محمد رمضان من المنطقة منطقة البلطاجي اللي كسب بها الشهرة ولفت انتباه الطبقة العشوائية ناعله المنطقة تانية منطقة كوميديا مختلفة والنقد الموضوعي للفيلم كان انها كوميديا مفتعلة وان رمضان فشل في هذا الفيلم فشل ذريع وان الموزع حاول يخدع الجمهور وكتب على الفيلم برا انه كامل العدد وما كانش كامل العدد ولا حاجة وكتبوا كمان انه لا يمكن يحضروا الا لأكبر من 12 سنة قال يعني الفيلم بقى في ايه شوية مشاهد خارجة وبتاع فالمراهقين يفرحوا فيروحوا يشوفوه والناس اللي عندهم شوية امراض نفسية يروحوا يدخلوا يتفرجوا على الحاجات اللي مش كويسة المهم ان الفيلم كان فيلم حققش نجاح وما قدرش يخرج منه بالصورة اللي كان بيحلم بيها اخر ديك في مصر خلى عودة رمضان للبلطجة وللأكشن امر حتمي وانه مش هينفع الا بلطجي او واحد بيدرب ويدرب ويعمل شوية حركات محمد رمضان وبعد الفيلم ده افتكر ان عنده مشكلة مع عاد الامام وانه عايز يبقى نمبر وين وكمان افتكر ان فيه قدامه مثل عايز يوصله ويتخطاه احمد زاكي فهل ميشي في الطريق ده لانه مقتنع ان موهبته هتخليه ينجح في الاكشن وانه يمثل الناس الفقراء والبسطاء على الشاشة ولا اللي بيشغلوه والمخابرات اللي بترسم الخطوط التقطت الخيط ومسكت محمد رمضان ودخلته في الفيلم اللي جاي اللي بتقول بيه انه لا البطل الشعبي ده مش مجرد بطل شعبي ده بطل يمثل مؤسسة الشرطة في مصر في 2018 عمل فيلم الفيلم ده المفروض انه كان مهم جدا في حياته عمل نصر الصعيد دور زابط شرطة والزابط ده كان صعيدي والمفروض انه جدع بقى وشهمه وتربى على نصرة المظلوم والكلام ده عودة لإسماعيل ياسين في الجيش وإسماعيل ياسين في المطافي وإسماعيل ياسين في الشرطة الغريب انهم بينقلوا بالمصطرة نفس الدور اللي عمله عبدالعزيز مخيون الممثل الكبير اللي المحترم أو يعني القوي في تمثيله عمل دور نفس الدور ده عمله فيلم الهارب مع أحمد زاكر اللي اتكلمنا عنه من شوية وكان دور الزابط الصعيدي اللي فهم في الأصول واللي بينفذ أوامر الشغل بتاعه لكنه بيحفظ على الأمن والخلطة بقى كانت متلغباطة هل حاولوا يحيوا هذا الدور واللي هم عملوا تركيبة تانية عشان يحيوا أحمد زاكي وهو الراجل وافق عشان عنده حلم زي ما قلنا يكون أحمد زاكي المهم زيح العيامور الزابط زين هو إعلان صريح إن الأجهزة الأمنية قررت استخدام رمضان وامططاء الجواد اللي قدر يحقق نجاح في السباء السباء الشعبي والجواد أو الحصان ما عندوش أي مشكلة ولا أي مانعا حد يمططي ويركبوا عشان ينجح بي المهم إن في آخر السباء ياخد حتة سكر ويدوق طعمها وبالهنة والشفة بقى دي لقطة من لقطات المسلسل طريقة بلدي قوي وقديمة قوي ومنقولة نقل مصطرة من الأفلام الأمريكاني تدريبات عسكرية عنيفة وأجسام شباب الشرطة والأقوياء طب وما له ما هو الناس برضو شايفة الشرطة وشايفة زباط الشرطة وشايفة أمناء الشرطة وشايفهم في الشارع هل الناس اللي بيقدموا نفسهم دول وبيحاولوا يحافظوا على الأمن محتاجين فيلم عشان يلمعهم ويخلي الناس تحبوهم لما بيقاب المجرم ولما بيقدم روحه تفتكروا المواطن عايز يفتكر ده من خلال فيلم ولا التعامل المحترم بين الشرطة وبين الجمهور هو اللي هيخلي الشرطة له قيمة ما احنا لسه شايفين من يومين اللي حصل في بئر عبد والعسكر الغلابة اللي ماتوا في كمين وهم صايمين نفس المشهد المأساوي المتكرر من 2013 اتقتل ولادنا في الصحراء وهم صايمين يبقى قرار استخدام رمضان مش قراره لكنه ما يقدرش يقول لا رمضان موهبة اكيد موهبة رمضان ممكن يكمل مشوار احمد زكي معرفش لان احمد زكي كان غول تمثيل وكان وحش تخمص فهل يقدر محمد رمضان يحترم الموهبة اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقها له ويحترم الناس اللي بتشوفه ويحترم نفسه وما يقدمش أدوار سيئة وألفاز سيئة وأشكال سيئة عشان الناس اللي ممكن تحبه تتبع طريق مختلف عن طريق البلطقة هتفضل هذه الأعمال يا محمد رمضان معلقة في رقابتك في الدنيا وفي الآخرة هل أحمد زكي مثلك الأعلى عمل أغنية نومبر ون عشان يبقى أحمد زكي الممثل الموهوب المميز ما عملش كده نصيحة في ودن محمد رمضان وفي وش كل المشاهدين إذا محمد رمضان ما غيرش البلطقة وقلة الاحترام اوعى تشوفوه إذا ما قدم لكش دور يرفع أمتك ويرفع أمت المجتمع ويقدم حلول اوعى تشوفوه الإنسان ممكن جدا يتأثر بالناس لما يكونوا كويسين لكن يفسد وحياته تبوز عشان فيه ممثل طالع يبوز كل القيم عنده إذا قدم حلم وهذا الحلم ممكن يتحقق أهلا وسهلا لكن لو كان حلم كداب ابعده ما تشوفوش روح يا رمضان راجع نفسك مع نفسك افتكر أنك أصلا كنت من كام سنة واحد فقير قوي ومش لقي تلبس لبس عليه القيمة تروح بيه موقع التصوير اللي كنت فيه كمبارس ساعد الناس بفنك وموهبتك وساعد الغلابة بجزء يا أخي من الرزق اللي ربنا رزقك بيه محمد رمضان مش أسطورة ولا نمبر وين محمد رمضان ممثل ممكن يتحرق وينتهي بأسرع كتير قوي من الفترة اللي بدأ فيها واشتهر شوف فن لكن اوعى تشوف اللي بيجذب عليك ولا تشاهد أي فن اللي إن كنت عارف إنه هيضف لك لأن سنين الفن ممكن تكون بيضة قوي وممكن تكون سودة قوي 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 وإلى حلقة جديدة من الفن واسنينه وهذا مجد عبدالله يحييكم وكل عام وحضراتكم طيبين وبخير اشتركوا في القناة